كلمنا في الجزء الأول أخت رشا أنه الله هو مصدر الثقة والأمان لأنه إله صالح ووجهت إليك سؤال هل يمكن أنه الله يهدي لغير الحق؟ من خلال الكتاب المقدس مش ممكن يعني من خلال سواء عهد قديم أو عهد جديد لا يمكن ربنا يعني يقودني غير طريق الحق لسبب أنه فيه آيات كثيرة قوي في الكتاب المقدس من ضمنها لأن صخراتي ومعقالي أنت من أجل اسمك تهديني وتقودني في مزمور 31 في مزمور 73 برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني يعني ربنا أما أنا أقبل قيادته وهدايته لي يخدني للمجد ما يخدنيش لعدم الإيمان فيه آية كمان لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك لأنه لا ينعس ولا ينعس الآيات ده هيت معناها إيه؟ إن فيه أمان في العلاقة ما بيني وما بين الله إن فيه يقين إن الله هيهديني حتى لو أنا ضليت مش لو أنا قعدة مؤمنة ومسمع الكلام ومشي وراء أعد أدعيه لأقوله يا رب ما تضلنيش وما تزغش قلبي لكن أنا حتى لو أنا حدت عن الطريق حتى لو أنا تلعت بر الطريق الله يقوم سبلي يرجعني يعني يرجعني بمجد علشان المجد يحصل في حياتي علشان حياتي تبقى في معي معاه في شركة معاه الله أفكاره أفكار خير من ناحيتنا الله طرقه طرق رائعة جدا أعظم طريق هو أن إحنا نتبع يسوع